برضو يا كابتان خالف معلش عشان قبل ما نقفل الحلقة التغير الكبير اللي حصل في البنية التحتية لانه ده مهم جدا 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 ما هو ما ينفعش يطلع الشكل اللي احنا شايفينه ده من الناشئين والكلام اللي حضرتك بتقوله والكلام اللي الكابتان محسن بيؤكد عليه والكلام اللي الكابتان خطيب حاطت السياسة العامة اللي حتمشوا عليها وفي الآخر البنية التحتية كانت الأمور في يعني لسه كانت ترتيبات مماشية واحدة واحدة وصلنا لغاية فين دلوقتي في قطاع الناشئين في مدينة صباح لا الشغل غير خالص يعني خلي بالك احنا كمان في ظل ظروف جائحة صعبة جد صحيح ما بقولك احنا كان انت بشغل على ثلاث ملفات الشغل الفني والشغل الإداري والبنية التحتية كل ده كنا شغلين في وقت واحد ازاي انت بتعمل عيب كويس وازاي وانت بتعمل عيب كويس تبقى ملمة كل الأمور الإدارية والمهم جدا ان انت تشغل عليها وازاي تطورها وازاي يبقى الناس اللي موجودين في القطاع كلهم عندهم الكورسات المناسبة والشغل المناسب كمدرب وكأداري يعني كل الناس اللي موجودين جوه القطاع لازم يموهلين بشكل معين عشان كده احنا مشغلين بقى على الملف ده بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاي وكمان كان يهمنا ان انت عندك بنية تحتية جيدة جدا احنا عندك مساحة وعندك حاجات جوه القطاع كانت محتاجة اعادة تأهيل اعادة يعني ترتيب فاحنا اشتغلنا على الامكانات اللي كانت موجودة في القطاع وحدثناها بقى كلها حدثنا بتادينا اشتغلنا على قط الليبس بتاعت المدرب دي اول حاجة خلصت على فكرة قط الليبس بتاعت المدربين يعني اتعملت بسيستم مش دي قط الليبس ان هو مجرد ان هو يجي من البيت يغير ويتزل منع لأ قط المدربين اتعملت اتعملت بسيستم ان دي زيارة فينجادا نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد الكورة اجي كان في زيارة طبعا حصلت وجي الزرنة واتفرج على الملاعب واتفرج على كل حاجة خاصة بقطاع النشئين وانبسط جدا بالزيارة وكانت زيارة دي القوضة مثلا ولا ده الجيم ده الجيم اه اوكي انا عايزك تشوف الصور دي عشان كل ده هيتغير كمان اه كله كله القطاع كله يعني داخل في اطار التغيير يا اه 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 فكله مثلا انا عارفوا ان الحاجات دي برضو تعتبر جديدة هي مش جديدة اوه مش جديدة اوه بس يعني بالنسبة لللي بنسمعه ان بقالها عشرين سنة وثلاثين سنة في اندية اخرى انت بالنسبة لك دي جديدة لا اه طبعا هي جديدة بس انت برضو عايز تتطور كل الجديد على طول يعني فيه الكورة اللي اكدر من كده الكورة كل يوم فيه جديد فانت بانزا بقولك انت بتحول لعيب لرقب فانت انت فيه اجهزة بتشغل على عضلات معينة فانت كل الكلام ده عامل حسابه اوكي اروحك بس النقطة بتاعت قط الليبس دي دي مهمة جدا فكرة ان انت قط الليبس بتاعت المداربين انها طبع قط الليبس انه مجرد ان انا داخل يغير ويطلع عايز الملعب دي تغيرت خاصة قط الليبس بتاعت المداربين هي قط محاضرات بمعنى ايه ؟ انا احتى قط الليبس بقى فيها اوكي 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 عشان pursueont تربيز اجتماعات دي متوصلة بالتلفزيون بعد ان يقدر كل جهاز según تقديد يقدر في قط الليبس يجتماع مع المداربين بها ويقدر ان هوعيد هتبقى ازاي المحاضرة هتبقى ازاي كل حاجة كل حاجة جوا قدت لبس بقت قدت لبس هي بقت كده ولا لسه عايزين هتبقى خلاص هي بقت خلاص احنا استلمناها خلاص يعني انت ممكن تيجوا تصورها في اليومين الجيين دولا نعمل كده تربيزة الكتماعات موجودة المتوصلة بالتلفزيون تقدر حبيبك بقت تعيد المباراة تعيد اللقطات تتفرج على كل الاخطاء كلام ده كله وفي تربيزة محطوط فيها كل المباراة بتاعتك اي حاجة بقى المدير يعني احنا يعني حولنا قط اللبس من هي غرف تغيير ملابس لغرفة اجتماعات مصغرة يقدر اي جهاز يجتمع مع الجهاز بتاعه يقدر المدير الفاني جنبي يجتمع مع المدربين يبقى انت عندك ميزة انت تتحرك في قط اللبس يعني بنطور كل حاجة مع الافكار والكلام ده اذا خلال الفترة القادمة واحنا هنجي نصور طبعا الكلام ده سيكون هناك نقلة للبنية التحتية اخرى كمان غير اللي احنا بنشوف يعني كل اللي انت بتشوفه ده في التصوير كل ده بتغير يعني احنا خلاص خدنا اول حاجة هي قط اللبس بتاعت المدربين ودخلين على قط اللبس بتاعت اللاعبين يعني شغالين عليها والمبنى الاداري كله بتغير طبعا وفي كمان مدرك بيتعمل كنا سمعين اه ان في مدرك بيتعمل في مدية مصر ان شاء الله يعني تحويل الملعب بتاع قطع ناشين لاستاذ مصاخر بمعنى ان يبقى في مدرك كويس عشان دي قط اللبس اه دي اللي حالك بتتكلم عنا يا خالي اه دي طبعا دي يعني دي دي متجددة طبعا كليا كل حاجة كل حاجة متجددة المدرب يقدر يجي برحته اه عندك دولابك وعندك الترابيزة اللي موجودة بالتلفزيون تقدر بقى ده شغل يعني انت جاي شغل الترابيزة ترابيزة الاجتماعات على التلفزيون اه دي اللي حالك كنت قصدك عليها خلاص دا استلمتوه فعلا دا استلمنا اه مفتد ان احنا الاسبوع الجاي خلاص هنتدي علي الشغل يعني فده دي الفكرة دي البداية بس دي البداية لسه القادم بقى اه القادم يعني ففي حاجات كتيرة او احنا نشغلين عليها ان شاء الله تحديث القطاع يعني القطاع يعني كان جيد احنا بنحدث القطاع عشان نعمل حاجة طبعا تلائم مع التطور الكبير اللي بيحصل في النادي اه وفي النادي كله وان كمان ان انت ازاي تبقى المدرب يبقى جاي عايش جوه اخي مبسوط على الاقل ما تبقاش عارف فاكرة كنا زمان الكورسي اللي هو بيتحط مش في النقل يعني بشكل الكورسي بيتحط الحديد ده تقعد عليه يعني انت تبقى من الحاجات دي على الاقل المدرب يبقى عايش كويس في النادي وفي بيته وفي كل حتة وكل الامكانيات اللي تساعد انه يشتغل كويس مع تطوير كمان المرتبات لانه ده شيء مهم جدا بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله يعني الدنيا بقت مودالي انا بكلم عنه ان المدرب بيبقى مبسوط جوه بيته عايش وبشتغل في النادي الاهلي بشوف قدة لبس زي دي عندي اجتماعات كويسة بعملها من خلال وجاء عندي مرتبي معقول كويس بالنسبة لللي احنا بنشوفه في قندية كتيره تاني انا بقارن باللي بيحصل يعني حوالينا صحيح انت اشتغلت على كل الملفات كل المنظومة وشوفت كل الحاجات اللي محتاجة تتحدث ومحتاجة تتطور احنا اشتغلنا عليها وده ماشي بشكل كويس واحنا يعني على امل ان الفترة الجاتة وبقى فيه احسن والحمدلله برغم كل اللي احنا بنقول ده الحمدلله احنا الدين ماشي كويس اول في القطاع رد الفعل من الناس كيفية ان انت يوصلك من الناس الناس طب من انت ده احساس نفسه انا كنت متوتر او كنت الان لان مش عايز الولاد يعني ياخدوا الصدمة لان رد الفعل بيبقى عنيف